بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل الحديث عن المملكة الحيوانية الجزء الخامس وفيه نتحدث عن تحت طواقف الساديات أو طويقفات الساديات عندنا أول طويقفة طويقفة الساديات الأولية دي ساديات بتبيض وترقض على البيض وترضع صغرها من الغدد اللبنية يعني معنداش أزائك عندها غدد لبنية بترضع بينها صغرها اللي رأدت عليها في البيض لها فتحة مجمع فتحة واحدة اسمها فتحة مجمع بيخرج منها البول والبراز والبيض منها كنفز النمل اللي هو آكل النمل الشوك وهذه الصورة ده ومنها خلد الماء اللي بسموه منقار البط اللي هو في هذه الصورة نيجي للطواقفة الثانية طواقفة الساديات الكيسية بتالت صغار غير مكتملة تحتفظ بها داخل كيس أسفل البط بترضع صغرها من الأزداء اللي موجودة داخل الكيس وده أول أزداء تبدأ تظهر هنا منها الكنغر أو الكنجارو اللي هو في الصورة ده وبين له صغير داخل الكيس بتاعه الطواقفة الثالثة طواقفة الساديات الحقيقية أو المشيمية أول الساديات الحقيقية والتي يرتبط فيها الجنين أثناء الحمل والمشيمة بالأم فهي ساديات مشيمية ثالث صغار مكتملة النمو بترضع صغرها من أزداءها مقسمة إلى عدة رتب أولها رتبة عديمة الأسنان بعضها عديم الأسنان أو الأسنان الأمامية فقط مش موجودة لها مخالب قوية ملتوية منها حيوان المضرع وحيوان الكسلان ده المضرع وده حيوان مضرع نوجود في الأرجاتين بسمه الأرماديلو وده حيوان الكسلان المعلق بفرق الشجرة الرتبة اللي بعد كده رتبة آكلة الحشرات وده تتغزع الحشرات فأسنانها في الفكين ممتدة على شكل ملقات إلى الأمام للقبض على الحشرات منها الكنفز اللي هو البري اللي هو بهذا الشكل الرتبة اللي بعد كده رتبة آكلة اللحوم ده أنيابها طويلة مدببة ودروسها الأمامية حادة والخلفية عريضة طاحنة بتتغزع على اللحوم زاد مخالب قوية وحدة وملتوية منها الأسد والنمر والزئ والثعلب والكلب والقط وسبع البحر طبعا ده الأسد ده النمر ده الزئ ده الثعلب ده الكلب ده القط ده سبع البحر الرتبة اللي بعد كده رتبة الحيوانات الحافرية وحادية الأصابع يعني حافرها قطعة واحدة في صابع واحد حيوانات عشبية عدد الأصابع فردي واحد أو ثلاثة بكل منها حافر قرني أسنانها كبيرة الحجم طاحنة عشان تطحن الأعشاب منها الخيل والحمير والحمور الوحشية والخرتيت طبعا ده الخيل ده الحمار والأليف العادي ده الحمار الوحشي ده الخرتيت الرتبة اللي بعد كده رتبة الحيوانات الحافرية زوجية الأصابع يعني لها سبعين فيهم حوافر بتمشي عليهم حيوانات أيضا عشبية عدد الأصابع زوجي بكل منها حافر قرني منها الأغنام والمعز والزرافة والغزالة والإبل هذا الأغنام ده المعز ده الزرافة ده الغزالة ده الإبل والجمال وشكرا